من الأشياء الجديرة بالذكرى أيضا في هذا الصدد يعني حضور مصر أو قبول مصر عضوان في منظمة البريكس وهذا بالفعل بتعتبر من أفضل النجاحات الدبوماسية المصرية على المستوى السياسي والاقتصاد نحن نعلم جميعا أن البريكس هي منظمة سياسية أو تجمع سياسي اقتصادي يعني أصبح الآن بيضم 11 دولة بدل 5 دول كان هناك يعني أعلن في أغسطس الماضي عن قبول 6 دول منهم 3 دول عربية ومنهم وعلى رأسين مصر وبالتالي هذا تقدير يعني جيد جدا للسياسة والاقتصاد المصر أيضا أنا ما زلت مصرا على الاقتصاد المصري فيه فرص واعدة برغم طبعا يعني الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الفرد في الوقت الحالي لكن قبول مصر في هذا التجمع الاقتصادي السياسي في حد ذاته ده دليل أو إشارة على أن الاقتصاد المصري يعني يمكن أن يتعافى ويمكن أن يكون رقما يعني كبيرا جدا في معدة الاقتصاد دول البريكس بتضم 3.8 من 10 مليار مواطن أو نسمة يعني إحنا بنتحدث عن نصف سكان العالم تحدث عن 31% من اقتصاد العالم أن حجم الناتج المحلي العالمي أيضا هو يعني بتستحوز عليه تجمع البريكس بعد انضمام الست دول اللي احنا بنعني بها فبتالي أيضا ده بيعتبر نجاح للديبلوماسية المصرية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصاد نهيك طبعا عن كثير من المؤتمرات سواء كان المؤتمر يعني مصري نجحت أيضا في تنظيم أعتقد مؤتمر المناخ سنة 2022 في العام الماضي في نوفمبر الماضي وهذا أيضا كان إشادة بأجواء الأمن وقدرة مصر بالفعل على أن تجمع مثل هذا التجمع نحن نتحدث عن 197 دولة ومندوبة حضرة إلى هذا المؤتمر في شرم الشيخ كثير أيضا من منظمات النشطاء في مجال البيئة حضر وهذا بصفتهم سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية فبالتالي مصر تنتهج هذه الدبلوماسية سواء كانت دبلوماسية القمة أو دبلوماسية المؤتمرات